وزيرة صحة مايكيلا أول فلسطيني في الضفة الغربية يتلقى بشكل رسمي اللقاح ضد فيروس كورونا اللقاح من نوع موديرنا قدمته إسرائيل للجانب الفلسطيني بنحو ألفي جرعة ووعدت بإرسال ثلاثة ألاف أخريات خلال الأيام القادمة هذا اللقاح هو اللقاح موديرنا الأمريكي حصلنا عليه تبرع من إسرائيل وهذا اللقاح يعني يعتبر آمنا حسب مواصفات النظام الصحة العالمية غدا أو بعد غد سيصلنا لقاح الروسي وسنستكمل من اللقاح الروسي هذه الكامبين الجرعات الأولى من اللقاح خصصت للطواقم الطبية التي تعمل مع مرضى كورونا في غرف العناية المركزة على أن تتسع دائرة المستهدفين لتشمل المرضى وكبار السن حال وصول خمسة ألاف طعم روسي على أن يصبح التطعيم متاحا للجميع نهاية الشهر الحالي مع وصول نحو مليوني طعم من شركة إسترازينيكا اشترتها السلطة الفلسطينية بارقة الأمل للتخلص من هذه الجائحة هي وجود هذا اللقاح وأخذ هذا اللقاح لأكبر عدد ممكن من المواطنين نحن في فلسطين الله الحمد هكذا وصلتنا الدفع الأولى وقد بدأنا وأطلقنا حملة اللقاح يذكر أن نحو 180 ألف فلسطيني أصيبوا بكورونا منذ بداية الجائحة مطلع العام الماضي فيما وصل عدد الوفيات نتيجة الوباء إلى نحو ألف شخص الجهات الرسمية متفائلة أن يكون لديها حتى منتصف الشهر القادم ملايين جرعات التطعيم الكافية لكل المواطنين لكن توفر اللقاح لا يعني بالضرورة سهولة إعطائه للناس فمثل ما شكك في البداية الكثيرون بحقيقة الوباء يشكك كثيرون الآن بحقيقة وجدوا اللقاح عبدالحفيظ جعوان العربية الأراضي الفلسطينية اشتركوا في القناة